سنة العلامات لابد أن تكون سنة زوجية إنني أتحدث عن رقمها عن رقم السنة وعددها فسنة العلامات الحتمية لابد أن تكون سنة زوجية العلامات الحتمية الواضحة التي هي نقاط دالة مضيئة بالنسبة لنا ستبدأ من الأسبوع الأول من شهر رجل شهر رمضان في تلك السنة سيبدأ في يوم الخميس يوم القدر وهو الثالث والعشرون من شهر رمضان سيكون يوم جمعة فشهر رمضان يبدأ بيوم الخميس ليلة القدر ستكون ليلة جمعة يعني أن الثالث والعشرين من شهر رمضان وهو يوم القدر سيكون يوم جمعة السنة التي تلي هذه السنة وهي سنة الظهور لا بد أن تكون فردية إنني أتحدث عن رقمها وعددها فسنة الظهور سنة فردية ما هي بسنة زوجية أول يوم من أيام محرم فيها سيكون يوم خميس اليوم العاشر سيكون يوم سبت الإمام سيظهر لأصحابه في التاسع من المحرم في يوم جمعة في يوم السبت سيكون الإعلان لكل العالم ظهور الإمام لأصحابه في يوم الجمعة وتبدأ البيعة والتهيئة للإعلان العام في يوم السبت في السبت الذي يكون يوم عاشراء بالنسبة لتلك السنة صار واضحا لدينا سنة العلامات سنة زوجية العلامات تبدأ من الأسبوع الأول من شهر رجب شهر رمضان يبدأ بيوم الخميس يوم القدر سيكون يوم جمعة السنة التي تليها هي سنة الظهور ستكون سنة فردية أول يوم من شهر محرم سيكون يوم خميس العاشر من محرم سيكون يوم سبت الإمام يظهر لأصحابه في يوم الجمعة والإعلان العام سيكون في يوم السبت في مرحلة الإرهاصات ما قبل شهر رجب إيران العراق بلاد الشام وبشكل خاص سوريا هذه البلدان تكون في حالة غليان كل بلد بحسبه فإيران في حالة غليان بحسبها إيران لن تحتل من دولة أخرى الحكومة الشيعية ستبقى موجودة القرائن كلها تشير إلى ذلك إلا أنها ستكون ضعيفة لن تسيطر بشكل كامل على كل تفاصيل البلاد هناك مشاكل هناك انقسام البلاد تغلي أما العراق فهو في حالة غليان دائم ودائب على طول التاريخ الفتنة الشامية ستكون في ازدياد وفي ازدياد شديد جدا أنا أتحدث عن معطيات الروايات والأحاديث التي تخبرنا عن فترة الإرهاصات ما قبل العلامات الحتمية ليس بالضرورة أن يكون الكلام منطبقا على زماننا هذا أنا لا أريد أن أطبق ما أتحدث عن على زماننا هذا مع وجود احتمال كبير وكبير وكبير جدا أن الروايات تتحدث عن زماننا هذا لكنني لا أستطيع أن أقطع بذلك أتمنى أن يكون ذلك فيما بيني وبين نفسي أتوقع ذلك لكنني لا أستطيع أن أجعل أمنياتي وتوقعاتي حتى لو كانت قوية بالنسبة لي لا أستطيع أن أجعلها مفروضة عليكم لا أملك حقا أن أجعلها مفروضة على الآخرين إنما أعرض لكم المطالب والتفاصيل والحكم راجع إليكم مثل ما قلت لكم في مرحلة الإرهاصات هذه البلدان تغلي إيران العراق بلاد الشام عموما لكن سوريا لها خصوصية فتنتها مكعبة فتنتها مضاعفة فهذه البلدان تغلي وتغلي وتغلي أما السعودية ودول الخليج فإن حالة من الإضطراب الداخلي ستسيطر عليها خصوصا في الفترة الزمانية القريبة جدا من فترة العلامات يمكنني أن أقول من أن الإضطرابات في السعودية ودول الخليج ستكون شديدة في الأشهر التي تسبق شهر رجب اتفقنا قبل قليل على أن فترة العلامات في السنة السابقة لسنة الظهور ستبدأ من الأسبوع الأول من شهر رجب الإضطرابات في السعودية وسائر دول الخليج ستكون شديدة في الأشهر التي تسبق شهر رجب قطعا هذه الإضطرابات لا تأتي من فراغ منطقة الشرق الأوسط بكاملها هي في حالة تقلبات سياسية واجتماعية ودينية هناك تقلبات سياسية وهناك تقلبات اجتماعية وهناك تقلبات دينية ستهيمن على الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وبشكل مركز على جميع دول منطقة الظهور التي أهمها إيران العراق الشام الكبير الشام الكبير سوريا لبنان فلسطين الأردن هذا هو الشام الكبير تركيا أيضا هي جزء مهم من منطقة الظهور السعودية واليمن وسائر دول الخليج ويضاف إلى كل ذلك مصر كما يقولون عنها إنها أم الدنيا مصر هي جزء مهم من منطقة الظهور منطقة الظهور قد تكون أوسع من هذا الذي تحدثت عنه لكنني أتحدث عن أهم دول هذه المنطقة والتي ستكون فاعلة وستكون محلا للأحداث الكبيرة في تلك الفترة المهمة منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ستعيش تقلبات كما قلت لكم قبل قليل إنها تقلبات سياسية واجتماعية ودينية هذا الكلام ما هو بتحليل هذه معطيات مأخوذة من أحاديث الأئمة فقط لا شأن لي بأحاديث المخالف ولا شأن لي بنبوآت المتنبئ ولا شأن لي بالمستخرجات الجفرية ما أعرضه لكم مأخوذ من أحاديث محمد وأهل محمد في كتبنا القديمة الأصلية بالنسبة لي لا أؤسس فكرا إلا على ما جاء عنهم صلوات الله عليهم وما جاء في كتبنا القديمة الأصلية التي على الأقل بالنسبة لي أعتقد أن أحاديث هذه الكتب هي أحاديثهم وأن ما جاء فيها جاء عنهم إن لم يكن بنسبة مئة بالمئة وكثير مما جاء في هذه الكتب بحسب اعتقادي جاء بنسبة مئة بالمئة عنهم إن لم لم يكن بنسبة مئة بالمئة قطعاً على الأقل بالنسبة لي فإن النسبة تتجاوز التسعين بالمئة بكثير في أقل ما يمكن أن أضعه من نسبة لهذا الموضوع على أي حال أنا لا أريد أن أحدثكم عن التفاصيل الصغيرة لأن التفاصيل الصغيرة في تلك المرحلة قد لا يستطيع الإنسان أن يحيط بها علماً قد تكون خفية عن كثيرين قد لا يطلع عليها إلا المختصون وإلا القلائل ولذا فإنني أريد أن أحدثكم عن نقاط دالة تكون واضحة للجميع وبإمكان الجميع أن يشخصوها إن كانوا من المختصين أم لم يكونوا من المختصين لذا سيكون الحديث عاماً وسيكون الحديث مجملاً من دون الخوض في التفاصيل الصغيرة وصغيرة جداً أعتقد أن المطالب التي ذكرتها لكم لحد الآن مطالب واضحة وبإمكان أي شخص أن يتلمسها نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر